لو انت خلصت اعدادي وبتفكر تقدم في السنوية البريطانية فالفيديو ده ليك اهلا وسهلا بيكم معاكم محمد الماكن من قناة اجال الاندلس فالفيديو ده هجاوكم على كل الاسئلة اللي ممكن تيجي على بالكم بخصوص السنوية البريطانية من مميزات لأيوب وهل السنوية البريطانية افضل من السنوية المصرية كل ده هتعرفوه معنا في الفيديو اول حاجة احب ابدأ بيها هي مميزات التعليم البريطاني واللي بتبدأ من التخلص من طريقة حفظ الدروس والتركية على الفهم ولو انت من النوع اللي بيحفظه بس فالمنع اجابة صعب عليك قوي في السنوية البريطانية انت كطالب مش محتاج انك تاخد دروس خصوصية والتعليم البريطاني بيتيح للطالب انه اكتشف قدراته ومهاراته واللي بينتج منه بعد كده الابداع في السنوية البريطانية انت تقدر تحول من التعليم المصري الى التعليم البريطاني والعكس صحيح في ميزة في السنوية البريطانية عجباني اوي الصراحة ودي ممكن تكون عيب لبعض الطلاب انك من سبع المستحيلات انك تعرف تغش في امتحانات السنوية البريطانية وده بسبب ان المرأبين بيبوا من البرتش كونسل او المجلس الثقافي البريطاني في السنوية البريطانية برضو انت بتقسم جهلك على 3 سنين فبالتالي مش بتبقى مضغوط وبيبقى عندك فرصة انك تحسم مستوىك في المادة اللي انت بتلاقي نفسك فيها درجاتك مش تمام والمواد اللي انت بتدرسها خلال التلس سنين دي بيبقوا تمام مواد اساسية اسمهم O-Level ولو عايز تخش كلها علمية زي الطب او الهندسة بتاخد مادتين زيادة اسمهم A-Level اللي هي المستوى الرفيعة ولو عايز تخش كلها ادبية بتاخد مادة واحدة بس من ال-A-Level ولو انت من بطوع مادينتي والكوميونيتي والكلام ده فالتعليم البريطاني هيبقى اختيار مناسب جدا ليك كل مدرسين السنوية البريطانية بيبقى عندهم Assistant اللي بيساعدوكوا بشكل كبير لو انت في بوينت مش فهمها وبيشروعها هارك مرة واثنين وثلاثة واربعة لحد ما تفهمها وتبقى تماما وديف لمعلوماتك ان شهادة السنوية البريطانية معتمدة من جامعات كبيرة حول العالم نخش بعلى عيوب السنوية البريطانية اول حاجة هي مكلفة جدا والمدرس اللي بتقدم السنوية البريطانية في مصر مش كتير حوالي 150 مدرسة بس على مستوى الجمهورية والمادة والماديتين اللي انت بتدرسهم من ال A-Level حسب اللي انت عايز تخشه ادبي اول علمي بتكون صعبة جدا على الطلاب ومكلف مديا حيث ان المادة الواحدة من ال A-Level بتكلف حوالي 25000 جنيه للمدرسة ولو هتاخد درسي في المادة دي تكلفها حوالي 20000 او 25000 جنيه كمان وفي معلومة عايز اوضحها لك عن التعليم البريطاني انك لو مش بتعف تتكلم بانجليش كويس همش تتقبل في الانترفيو او المقابلة بتاعت المدرسة ده ليه لان التواصل بين الطالب والمدرس او بين الطلاب وبعضهم بيبقى بالانجليش جوه الفصل وخدها نصيحة مني لو انت مش قد كده في الانجليش راح خد لك كورسي مكسف في الانجليش وراح قدم وان شاء الله ربنا يقدم لك اللي في الخير ميناحد بقى السنوية البريطانية افضل ولا السنوية المصرية فدي بتختلف من شخص للتاني كل واحد ليه تفكيره وظروفه المادية عشان زي ما قلت لكم التعليم البريطاني مكلف وكمان عايز واحد بيفهم ومش بيحفظ وانت اقول لنا رأيك في الكومنتات السنوية المصرية افضل ولا السنوية البريطانية وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم وافتكم وكان معاكم محمد الماكن من قناة اجيل الاندلس وكنت عايز اقولكم اني عندي قناة على اليوتيوب اسمها ضيف لمعلوماتك اتمنى تشارفوني بالاشتراك عندي في القناة واشوفكم الفيديو الجاي